مفهوم الحجم يعرف الحجم بأنه مقدار الفراغ الذي يشغله مجسم ما فعند ملء كأس فارغ بالماء فإن الكأس يمتلئ بمقدار حجمه فقط أي بمقدار الحيز الفارغ من هذا الكأس لو أردنا أن نملأ هذا الصندوق بالكتب فإن الذي يحدد عدد الكتب التي يمكن وضعها في الصندوق هو حجم الصندوق أي مقدار الحيز الفارغ من هذا الصندوق وحتى نعرف حجم مجسم كالمكعب مثلا فإننا نحتاج إلى معرفة ثلاثة أبعاد هي طوله وعرضه وارتفاعه فإذا كان طوله 1 سنتيمتر وعرضه 1 سنتيمتر وارتفاعه 1 سنتيمتر فإن حجمه يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع ويساوي 1 سنتيمتر ضرب 1 سنتيمتر ضرب 1 سنتيمتر وهذا يساوي 1 سنتيمتر مكعب ويستخدم هذا الرمز للإشارة إلى المكعب وحدة القياس في الحجم وذلك لأننا ضربنا وحدة القياس في نفسها ثلاث مرات لنشاهد المثال التالي لدينا مكعب أبعاده كما في الشكل إلى كم مكعب صغير حجمه 1 مليمتر مكعب نحتاج حتى نملأه نلاحظ أننا احتجنا إلى عشرة مكعبات صغيرة حتى نغطي أحد أبعاد المكعب نلاحظ كيف كررنا العشرة مكعبات الصغيرة عشرة مرات حتى نملأ كل القاعدة ونلاحظ أن المكعبات التي غطت القاعدة تكررت عشرة مرات حتى نملأ المكعب الكبير بالكامل السبب يا أصدقاء أنه وكما تعرفون كل واحد سنتيمتر يساوي عشرة مليمترات إذن الواحد سنتيمتر مكعب كم مليمتر مكعب يساوي نعرف أن سنتيمتر مكعب يساوي سنتيمتر ضرب سنتيمتر ضرب سنتيمتر وهذا يساوي عشرة مليمترات ضرب عشرة مليمترات ضرب عشرة مليمترات إذن 1 سنتيمتر مكعب يساوي 1000 مليمتر مكعب إذن لملء مكعب حجمه 1 سنتيمتر مكعب احتجنا إلى 1000 مكعب صغير حجمه 1 مليمتر مكعب